كل شخص بنا يحب يطور نفسه يحب يسعى لتغيير أفضل والأفضل ولكن أكو مشكلة هنا عندك أنا بيرسن يعني أي شخص بالحياة يحب يطور من نفسه يحب يطور من مستوى ولكن يواجهه مشكلة أنه هو يبدي حاول سبوع أول يوم ثاني يوم ثلاثة يوم قطل لأن ما إلى واهز لأنه ما أكو دافع وهذا شي طبيعي يعني مو مشكلة بيك أنت أنا كل شخص بالحياة يحب يطور من مستوى ولكن المشكلة اللي يواجهها هذه مو مشكلتك أنت مشكلة الكل زيان أحنا بالنسبة أنه إن شاء الله بدورتنا اللي راح تفتح قريبا دورة تعلم اللغة الإنجليزية ودورات المناهج اللي راح نعتمد على أساسه أنه إحنا نحاسبك على كل يوم يعني أنا راح أنطيك مثلا على سبيل المثال تمارين الفصل الأول بمادة القرامر مرحلة ثانية أو على سبيل المثال أنطيك محادثة ومعينة باللغة الإنجليزية تقعد أنت تقراها وتابع ويها وثاني يوم أحاسبك عليه وأتابعك بيها هنا هذا الشيء ممكن بعض الناس يقول لك هذه طريقة تقليدية قديمة صحيح طريقة تقليدية قديمة ولكن طريقة مفيدة وخصوصا أحنا بحسب هذا الوقت هو يعدنا ظروف هو يعدنا مشاغل بالحياة فإذا كل شخص سعى فقط يحقق شيء أو يسعى لي تطوير مستوى ما راح يقدر يستمر صدقني فبدورتنا اللي راح تنفتح قريبا راح أجبرك على تعلم اللغة الإنجليزية وصدقني كل شخص كل شخص بالحياة كلها ما يقدر يطور من المفسة إلا إذا جبر نفسه على شيء إذا ما تجبر نفسك يعني تغصب نفسك غصب شوفوا العلاج أنت الدول من تاخذه هو مر من تاخذه مر يعني يا دوبك تاخذ العلاج ولكن هذا العلاج بشفاء لك يعني فصدقني اجبر نفسك على التعلم اجبر نفسك على التعلم دائما حتى تقدر تطور من مستواك بحيث أنت من الدوم بدائرة أمورك تمام أو من تريد تقدم على وظيفة أمورك تمام فليحب يشترك بهذا الدورة يقدر يتواصل إلينا عن طريق أن أعرف وإنسجلة بالدورة وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم موسيقى موسيقى